رغم التحذيرات الدولية والأممية من خطر نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، تتواصل حرب المسيرات والقدائف الصاروخية بين الطرفين، ما يخلف المزيد من الخسائر البشرية إلى جانب الأضرار المادية الكبيرة. الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ثلاثة من جنوده جراء قصفاً صاروخياً استهدف بلدة المطلع وآخر بطائرات مسيرة نفذ من الأراضي اللبنانية. واستهدف عدة مواقع إسرائيلية في الشمال، فيما أظهرت مقاطع فيديو مصور اعتراض الجيش طائرة مسيرة بالجليل الأدنى، وسط دمار في منشأة عسكرية بالمنطقة. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني استهدف ستة مواقع إسرائيلية قبلة الحدود الجنوبية للبنان وفي تلال كفرشوبا ومزارع شبعة، مشيراً إلى أنهم هاجموا بعدد من المسيرات أماكن تمركز جنود الجيش الإسرائيلي في مقر قيادة الفرقة 91، شمال الشرق مدينة صفد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. في السياق حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي سيكيو براون بتصريحات صحفية من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان ربما تدفع إلى رد إيراني دفاعاً عن حزب الله يؤدي لحرب أوسع نطاقاً، قد تعرض القوات الأمريكية بالمنطقة للخطر. وقال براون إن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة أكثر من قدرتها على المساعدة في اعتراض الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل في نيسان أبريل الماضي. من جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هناك خطر كبير يزداد مع امتداد الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني إلى لبنان محذراً من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة.